السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مرة تانية انا جاي اكلمكم النهاردة عن حل مشكلة كبيرة بيواجهها المبتدئين بالاخص في مجال الربح من الانترنت الا وهي عدم توافر راس المال اللي تقدر تبدأ بيه في اي مشروع انت عايز فعلا تبدأ بيه لانك لاجي نفسك فيه المشكلة الكبيرة دي اللي هي راس المال اللي هي كابوس كبير بالنسبة للمبتدئين بتعطى الناس كتيرة جدا جدا في المجال ده رغم ان الناس دي لو اشتغلت هتكون كفاءات كبيرة تب ازاي اقدر اعدي الخطوة دي واعدي العقبة دي لازم احصل على راس مال باي طريقة بقى لازم انا جيب فلوس شمال يمين طالع نازل لازم انا جرب كل الطرق واجيب فلوس وعشان اوفر عليك كل الطرق اللي انت هتلاقيه على الانترنت انا جايبلك طريقة النهاردة للمبتدئين وبسيطة ورغم ببساطتها الا انك هتقدر تطلع في النهاية باول راس مال ليكس وان كان واحد دولار او اتنين دولار او عشرة دولار الموضوع ده انت اللي هتتحكم فيه بمجهودك وشغلك فيه الطريقة دي هنتكلم النهاردة عن موقع هت فوركليكس موقع تبادل الزيارات جبل ما تكفل الفيديو وتمشي ثانية واحدة بس اسمعني انا مش جاي النهاردة اكلمك عن موقع اختصار رابط ولا جاي اكلمك عن موقع رافع ملفات ولا جاي اكلمك على مواقع هتكفل واتنصب عليك فيها لانك هتشتغل بالمواقع اللي انت هتختارها ومن غير ما تدفع ولا سنت واحد وفي النهاية هتحصل على الارباح اللي انت هتبزل مجهود كبير فيها عشان تحصل عليها يعني فيديو النهاردة هو مخصص للمبتدئين لو انت حد تنين في المجال ده وشاف نفسك تنين فعلا ومش عايز تكمل الفيديو مفيش مشكلة ممكن تكفل عادي ولو انت حد مبتدئ وعايز تجربه وتبدأ تكسب اول راس مال ليك سواء كان واحد دولار اتنين دولار عشرة دولار كمل معي الفيديو للنهاية هنتكلم النهاردة عن موقع هت فوركليكس موقع تبادل الروابط المختصرة وموقع تبادل آآ ملفات الخاصة برافع الملفات يعني هتشتغل ع تبادل روابط الملفات وتشتغل ع تبادل اختصار روابط وتجيب زيارات بسهولة شديدة من غير ما تدفع ولا سنت واحد اشتغل بجع على الموقع اللي اعجبك موقع رافع ملفات وموقع اختصار روابط انا هتديكم امثلة بسيطة هتشتغل عليها والامثلة دي كلكم عارفينها ومش ربحية عشان الناس ما تروحش لبعيد وتقول انا بعمل لها اعلام تمام عشان تشتغل على موقع الموقع ده بالمناسبة بيحميك من حتة معرفة مواقع اختصار الروابط لمواقع التبادل يعني لو انت شغل على موقع اختصار روابط بيمنع مواقع التبادل هتقدر تتخطى المشكلة دي لو اشتغلت على موقع تمام في شوية مميزات تانية بازن الله هنتكلم عنها في سياق فيديو النهاردة الموقع ده محترم جدا جدا وهيفيدك بازن الله علشان تشتغل في الموقع ده لازم ان تسجل والتسجيل سهل جدا جدا زي ما بتسجل في اي موقع هتسجل هنا خش كده على البروفايل بتاعك بعد ما بتسجل بتلاقي الشكل اللي ظهر قدامك دلوقتي عندي هنا عدد النقاط ستة وتسعين نقطة عدد الروابط صفر كان عندي روابط فعلا مشلتها الضغطات الكلية اتنين والضغطات اليومية اتنين هنعرف كل الكلام ده دلوقتي عشان اقدر اجيب زيارات لروابط الاختصار الخاصة بي وعشان اقدر اجيب تحميلات للملفات الخاصة بي لازم انا اخش اعمل تبادل ازاي هخش كده على تصفح الروابط اللي موجودة هنا تمام دوس كده على التاني واضغط هنا لزيارة الرابط هعدي الرابط المختصر الاول عشان اقدر بعد كده ان انا اخر نقطة دوس كده على ده عشان ادخلني على الموقع الخاص باختصار الروابط هعدي اختصار الروابط وارجع لك مرة تانية بعد ما عدي اختصار الروابط هيقول لي عملية ناجحة وعطاني النقطة اللي انا عديت الاختصار عشانها ده اللي انت هتعمله بالزبط هتجيب رابط مختصر خاص بيك هتحطه جوه الموقع لما حد يخطي الرابط المختصر ده هياخد نقطة من الموقع وانت هتكسب تخطي جوه موقع اختصار الروابط اللي انت شغال عليه نشرح بقى الكلام ده عملي تمام هنيجي هنا نخش على اضافة رابط جديد هاجي هنا دوس كده على حجز مكان جديد هشرح الاول اختصار الروابط بعد كده هشرح رفع الملفات للناس اللي عايزة تشتغل على الاتنين هاخد كده اللينك ده ده اللينك اللي انا هاختصره اللي هو اللينك الخاص بتأكيد العملية اللي هيحصل منها على النقطة تمام اجي كده على موقع وادوس على اختصار للينك ولازم ان تعمل الخطوة دي تمام خدت اللينك ده هاجي اعمل ايه هاجي دوس كده على الخطوة التالية انا هشرح اختصار روابط فاروح كده على موقع اختصار روابط اللي انا هشتغل عليه وحط اللينك بعد لما عملت له اختصار على بتلي. وادوس كده على كلمة واخد الكلام ده كده كوبي واجي احطه هنا. وبعد كده بادوس على اضافة الرابط المختصر. بيدخاني على الصفحة دي بدوس على الخطوة التالية. هنا بقى هتنشر اللينك اللي انت اخدته اللي انت عملت له اختصار ده. يما تنشره في مواقع زي مثلا فيسبوك او تويتر او غيره. يما تعمل تدوينة عندك في الموقع ايا كان بقى نوعية الموقع اللي عندك تدونات عادية جدا جدا بالمناسبة. ولكن حط فيها محتوى. زي مسلا التدوينة دي هجرب معاكم بس كده. وانزل احط هنا كده كلمة اضغط اللينك. لتخطي. موقع تمام? واحط هنا كده عليه بالشكل ده. وادوس كده على اوكي وادوس كده على واخد كده اللي ظهر قدامكم ده. تمام? قد اللينك بتاعي هو بالمناسبة. وااجي احطه هنا. بعد كده بادوس على اضف رابط المشاركة. انا كده خلصت وضفت الرابط بتاعي هيتراجع. اي حد هيخش يعمل تخطي زي ما انا عملت كده تصفح. هيلاجي اللينك بتاعي. هيدخلوا على التدوينة دي. هيدغط هنا على كلمة اضغط هنا لتخطي لينك موقع تمام? هيدخلوا على اختصار الروابط الخاص بيا فهبجانا كده اكسبت زائر لاختصار الروابط الخاص بيا. تمام? نيجي بقى لرفع الملفات. نفس الفكرة. بادوس كده على اضافة رابط جديد. حجز مكان للرابط المختصر. اخد كده اللينك ده. واروح اختصره في موقع بيتلي. هدوس كده على كلمة كرييت. واخد كده اللينك نفسه كوبي. واجي اعمل ملف عادي. اسميه اي حاجة. وحط فيه كده الملف او الرابط بتاعي واحفظه. واجي اخش على موقع رافع الملفات اللي اشتغل عليه ايا كان وعيد الموقع بجاب راحتك. وارفع الملف نفسه. خلاص واخد كده اللينك. الخاص بتحميل الملف. واجي هنا. هدوس على الخطوة التالية. وحط كده اللينك بتاعي هنا. وادوس على اضف الرابط المختصر. اروح طبعا دلوقتي انشر اللينك ده في تدوينة عندي. نفس الفكرة. خش كده مسلا. تمام? وااجي احط مثلا هنا الان مع رابط التحميل. احط اللينك ده بتاعي. وادوس كده على اخد اللينك الخاص بالتدوينة دي. وارح جاي هنا في الموقع ده. وادوس كده على الخطوة التالية. وحط اللينك بتاعي هنا وادوس اضف رابط المشاركة. انا كده حطيت الاتنين. رافع الملفات واختصار الروابط. لو دخلت كده على الروابط الخاص بي. هلاقي هنا الاتنين الروابط اللي انا عملتهم. طبعا هم دلوقتي تحت المراجعة. بعد ما بيتراجعوا بيتجيب له على طول. في ميزة كمان موجودة جوه الموقع ده هتخليك تحب الموقع وتشتغل عليه. وهي ميزة اظهار الروابط الخاصة بيك. بعدد التفاعل انت هتظهر للناس. كل ما يكون عليه ناس كتيرة جدا جدا في الموقع ده لما يتشاهر ويكبر اكتر من كده. خلينا مسلا ينسينا بنتكلم في مية عضو. المية عضو دخلوا مرة واحدة. اللينك بتاعك هيزهر رقم كام? ده بيعتمد على موضوع التفاعل جوه الموقع. لو اتنين واحد عنده اربعتاشر اه تفاعل والتاني عنده اتنشر تفاعل اللينك الخاص بابا اربعتاشر هو اللي يزهر الاول. ازاي برضو? انا دخلت عملت اربعتاشر تخطي. واحد دخل عمل اتناشر تخطي. وابا اربعتاشر عمل لينك وانا عملت لينك. بتاع ابا اربعتاشر هيزهر لينك بتاعي. اعرفت منين? هتعرف من هنا. سيتم ازهار روابطك بعد رابط اتنين من الاعضاء. يعني في اتنين رابط هيزهروا جبلية. وانا هزهر رقم تلاتة. فين الكلام ده? في موضوع تصفح الروابط. كل ما الموقع ميكبر كل ما فرصتك تبقى كبيرة بعد التصفح. خلاص? ده بجا الميزة اللي خلتني افضل الموقع ده واشتغل عليه اه عن اي موقع تاني. بالاضافة الى موضوع اه اختصار الروابط وانه مش هتتجفش والكلام ده الى اخره. ممكن تشتغل كمان بنظام تخلي الناس صحابك يشتغلوا عليها مش مشكلة. هنا كده الاحصائيات الخاصة بالموقع. ولحد كده اكون وصلت فعلا لنهاية الفيديو. الفيديو ده بازن الله هيكون البداية ديك في اه تجميع اول رسمال لك. الموضوع سهل وبسيط. مس صعب نهائيا زي ما انتم شفت دلوقتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.